ينضم لنا الآن من تونس مراسلنا سيف الدين العامري سيف أهلا بك معنا نتابع معك تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة للرئيس التونسي قيسي سعيد للولايات المتحدة والتي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي نعم دعا الرئيس الأمريكي تقريبا 45 أو 45 قائد إفريقي للاجتماع في واشنطن مع الحكومة الأمريكية برئاسة جو بايدن طبعا هذا اللقاء يأتي مباشرة أو تقريبا بينهما أيام بعد أن كان رئيس تونسي في الرياض لحضور القمة العربية الصينية إذن هناك نوع من العمل الدبلوماسي على أكثر من محور بالنسبة لتونس هذا من ناحية أخرى حضور تونس ضمن الوفدة الأفريقية والرؤساء الأفارقة في واشنطن قد يدعم حضوظ تونس أكثر ربما لتلقي دعم أمريكي خاصة في الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس ولكن العملية السياسية القائمة حاليا ونحن في الأمطار الأخيرة للحملات الانتخابية للذهاب نحو التصويت السبت المقبل السابع عشر من ديسمبر قد يفتح أفق استقرار اقتصادي ما بالنسبة لأداخل التونسي وأيضا هو محور تفكيرها للسلطات والرئاسة التونسية الآن بالنسبة لعلاقاتها الدولية والمحاور التي تتعامل معها تقريبا الرئيس التونس يتعامل بمنطق رابح رابح سواء في الشرق مع القمة العربية الصينية أو غربا بالذهاب مع الرؤساء الأفارقة إلى واشنطن طبعا نتحدث عن معاملات أصبحت كبيرة الآن عن مستوى التجاري والمالي بالنسبة لأتحاد الأفريقي مع الوليات المتحدة الأمريكية نتذكر أنه في السبعينات لم تتجاوز قيمة المعاملات التجارية واحد مليار دولار فقط بين أفريقيا وأمريكا أما في السنوات الأخيرة خاصة العشر سنوات الأخيرة فاقت المئتي مليار دولار أمريكي شكرا لك مرسلنا سيف الدين العامري كان معنا من تونس